طبعا بنشوف قراء كتير الاقتصاديين لكن الوضع زي ما احنا شايفين دلوقتي وضع صعب مفيش دولار يعني فالدنيا يعني ولو احنا اتكلمنا عن عرض وطلب فبالتالي الدنيا دلوقتي رايحة ناحية ان احنا كل يوم والتاني طبعا الاسعار بينخفض قيمة الجنيه امام الدولار نروح لموضوعات تانية الحقيقة برضو اثرت للأسف سلبا على مصر اليومين دول وهو موضوع طبعا التوتر في البحر الاحمر والتوتر في البحر الاحمر تسبب ان شركات كبيرة دلوقتي بالفعل اعلنت ان هي مش اتعدي خلاص وقفت العبور في البحر الاحمر وقناة السويس بشكل رسمي منهم شركة فرنسية كبيرة وكان فيه شركة ميرسك الدنماركية وبالتالي ده هيأثر بشكل كبير على الرائع اللي كان بييجي من قناة السويس طيب ايه اللي بيحصل مش احنا كنا بنقول ان فيه تحالف وامريكا وبريطانيا بيضربوا وامريكا ادراجت جامعة انصار الله الحوسية جامعة ارهابية ازاي لغاية دلوقتي فيه توتر وازاي لغاية دلوقتي الشركات ما بدأتش ان هي ما بدأتش ترجع تاني للملاحة في البحر الاحمر لانه الموضوع مستمر وانه قدرة الحوسيين على الدربات ما زالت قوية لدرجة انه النهاردة اعلنوا استهداف سفينة امريكية قرب السواحل اليمنية مش بس كده ده كان فيه استهداف لسفينة تانية وكان فيه سفينة استغاست ودلوقتي كان فيه بعض الشركات اللي قالت لك علشان كانت تعدي في البحر الاحمر كان لازم معها سفينة عسكرية طب وكان سفينة عسكرية لكام سفينة بتعدي في البحر الاحمر وما ينفعش ابدا ان يبقى الوضع بالشكل ده علشان خاطر كده سفن كتيرة جدا اعلنت ان هي هتغير مسارها لطريق رأس الرجاء الصالح وتبعد البحر الاحمر وعن كونة السويس حاتل من ادراج واشنطن الحوثيين على قائمة الارهاب اقدمت جماعة الحوثي المدعومة من ايران على استهداف سفينة كيم رينجر الامريكية في خليج عدن ردا عن الضربات الامريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين ودعم للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد حربا مع اسرائيل مالية استهداف لسفينة كيم رينجر الامريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة ان القوات المسلحة اليمنية تؤكد ان الرد على الاعتداءات الامريكية والبريطانية قادم لا محالة حسب الجيش الامريكي فان هذا الهجوم بصاروخين باليستيين مضادين للسفن انتهى في المياه بالقرب من السفينة الامريكية دون التسبب في اضرار او اصابات وعلى الرغم من استمرار الحوثيين في شن هجمات على السفن في البحر الاحمر فان واشنطن تمكنت من اضعاف وتعطيل وتدمير عدد كبير من قدرات الجماعة في اليمن وشل خطوط الامداد الرئيسية من ايران اليهم مؤقتا على الاقل حسب وزارة الدفاع الامريكية لم نقل قط ان الحوثيين سيتوقفون على الفور قرار يتعين عليهم اتخاذه الهدف النهائي هو وقف وردع هجبات الحوثيين مرة اخرى على السفن التجارية التي تعبر البحر الاحمر بذ عقود عديدة لسماح لها بالعبور بحرية بدون مضايقات او خوف من التعرض للقصف انتلاقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن هجمة ادت الى تباطؤ حركة تجارة بين اسيا واوروبا واثارت قالق القوى الكبرى حيارة صعيد الحرب في غزة لذا شددت وزارة الدفاع الامريكية على انها لا تريد ان يمتد ما يحدث في غزة الى نطاق اقليمي مشيرة الى انها تطالب ايران مرارا وتكرارا بالتوقف عن تسليح الحوثيين ما هو جانبا